مرحباً سايبه لكم هنا هوت بتحملوا منه الخطة وكمان سايب لكم الخطة نفسها على جوجل درايف او من خلال الويب سايت بتاعنا تقدر اللي انت تحملها من وكي وتقدر انت فيه تحديد مستوى تمام الخطة كمان موجودة الخطة كاملة عشر مستويات بترتيب وانا شرحها في الفيديو ده تمشي فيها ازاي وتفاصيلها كلها تمام بالنسبة للناس على فيسبوك اللي على تيك توك اللي على اليوتيوب البيانة هي موجودة عشر مستويات كاملين البلايليست كاملة ولكن انا مقسمها لك تمام في البيان كلها في البي دي اف بطريقة سهلة ومرتبة فانت محتاج تتفرج على الفيديو ده او الفيديو على القناة هنا اوكي اللي هو في المين الفيتشر اوكي عشان تدعب انت توصل لخطة تحمل الخطة وتبدأ تشتغل فيها تمام واحدة واحدة اوكي ده بالنسبة لأول حاجة تاني حاجة نهاردة عاوزين نتكلم على كورسات كورسيرا ناس كتيرة جدا مهتمة بكورسات كورسيرا تمام والكورسات كورسيرا مهمة جدا وقوية جدا وبشهادة كمان لانت تتخذها وتربطها بالنسبة لكورسات الافضل كورسات او اهم كورسات بالنسبة لتيaching او تيتشار الناس اللي سألتني في عندك اكاديميك رايتين اكاديميك انجليش رايتين تمام في واحد ده وفي واحد تاني تمام حتكتب بس لايكاديميك رايتين سواء عاوز تدريس باريغراف او عاوز يعني لانت تتعلم باريغراف وتدريسه السايس كل انواع writing اللي ممكن تتخيله وpunctuation وكل الكلام ده كله مشروع في الكورس ده الكورس ده مهمة جدا لسه نازل جديد innovative teaching with JGPT زي تستخدم زكاة الاصطناعي في الكورسات وشغلك يعني عمثا بالنسبة للتدريس فده مهمة جدا لكل المدارسين foundation of teaching ناس اللي هي بتحاول دمشفت كاريرا او بتحاول نتطور نفسها professional development في teaching لازم عندك طرو تدريس واسيات تدريس كويسة جدا وتسل تسل ده كورس اريزونا اللي هو شهادة تسل زي تفل كده تمام بالنسبة شهادة تدريس دولية تمام معتمدة بين اريزونا state اريزونا يعني فان طبعا ممكن تاخد كل كورسات دي for free واي كورسات تانية تمام بالنسبة الكورسيرا ابحث عنها بس لايكورسات جميلة جدا وقيمة جدا وانا ورد بشارك كورسات اللي انا درستها وتعلمتها معاكم من خلال برضو الفيسبوك او الفيديوهات تمام 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 بتدخل بتسجل بجميل عادي جدا فاولا تفتح الموقع بجميل عادي جدا وكل حاجة بتجيلك بعد جميل بعد كده هتلاقي هنا هتلاقي كل الكورسات انت تاخدها بتسجل عندك تمام الكمبيتد كورسز والاا البرفايل اهوات موجود كل حاجة تمام الكورسز اللي انت بتخلصها بتسجلها تمام بتبقى او رادي موتاها هنا اي حاجة عاوز يعني لازم طبعا تخلص كل التاسس وتخلص كل الحاجات بتاعة الكورس وممكن انت تاخده مغير شهادة عادي جدا كسلف ديفلوبمنت يعني ده انت مش محتاج الشهادة اوكي بزنس ديجيطال ماركتنج اي كورس انت محتاجه بس طبعا الكورسات زي ما انت عرف هي هنا بالانجلش وبرضو فيه سلطات بالعربي ولكن لازم عندك انجلش كوي زيش انت تاخد المعلومة صح لازم تاخدها بالانجلش اوكي فلازم تقول نفسك في الانجلش عامة او رايت ده حاجة يعني مهمة جدا وحاجة مش محتاجة كلام طيب ازاي باخد الكورس من دول ب فور فري تمام طيب الكورسات ديت مقدمة يعني مفروض طبعا بتتبع بالدولار ولكن انت ممكن تاخدها فور فري عن طريق ايه انا مثلا انا عاوز ااخد الكورس ده اوكي فبقولك انرول فور فري اصدر مارش 26 اوكي فهو مفروض يحب ده النهاردة او بكرة اوكي انرول فور فري تمام عندي هنا الكورسات المتاحة لديها انا بدخل على هنا انا طبعا انا ممكن اعمل انرول فور فري كده واخد الفول كورس واسمعه بس اوكي اللي هو يعني هيبقى مفتوح لي هتفتح لي على طول في ساعتها اوكي تعال انشوف كده مع بعض هتفتح لي كده على طول تمام وستارت ليرنينج ولنا بس هيبقى عندي الفيليباتي اللي انا اسمع الكورس واتفرج على الكورس فقط اوكي بس طبعا لو انا كده مش هاخد الشهادة في الاخر يعني اوكي فطبعا هو ويك وان اهوت اوكي لانسو سپند 1 hour لانجل 1 day 1 have an 80% of chance of rate course completion طبعا لازم تغطيهم يعني تسمع فما عملين ويك وان واحد بس اهوت طبعا فهتدخل طبعا فيه طبعا حاجات بتقرأها هنا وفايلات والintroduction كل كلام ده كله بالانجلش طبعا فانت لازم يبقى عندك الانجلش كويس طيب حلو او طب لو انا عاوز الكورس كامل والشهادة في الاخر لو انا حالت التاسس ومشيت مع الكورس وخدت كله هعمل ايه هعمل financial aid available financial aid available اوكي continue to the application هتقدم بقى عليها تماما انت كده هتقدم على الكورس كأنك هتاخده بالظبط زي ال education بتاعك بقى تماما high school college degree انا اخدت college degree هتكتب هنا annual income one dollar زي ما هو student اوكي انا اصلا كنت عامل اهم سجل قبل كده طيب reason you applied for aid انت ليه بقولك السبب اللي انت بتقدم فيه على المساعدة المالية دي هتاخد الحاجات دي copy paste اهو number one ده تمسح بس number one دي وهتاخد ده copy paste كده وتحطه في الخانة دي اوكي جايز زي ما انا عامل كده هتحطه في الخانة دي كده زي ما هو مش تعمل اي حاجة مش تغير اي حاجة حط كده زي ما هو بس الحاجة اللي انا اكتب لك في description او يعني الكلام اللي انا كتبه لك ده تاخده كل paste وتحطه هنا وتقول i've reviewed my information next حال ده اول حاج هنا 25 دولار ده هتكتب one how much you can pay for your selected course يعني هتتفعل selected course طول one دولار او zero اعملها zero zero dollar okay سلاف ده انت تعملها وان شنيت ابل بس okay خلينا نعمل زي لنا كنت اعمل okay حالي فاطمة طبعا ما اعملش حاجة how will your selected course help with your goals طيب ازاي الكورس ده حيساعده في القوز بتاعتك تاخد باردو كوي پيست لو أسوالت تانيها تاخد باردو تاخد باردو تاخد باردو او okay دي الانسر بتاعت الالسوال ده او او what تمام I'm sharing sharing accurate information I commit to finishing my Coursera course I agree the terms is above تاخد باردو تكتبها كوي پيست زي ما هي كدا I'm not a robot review all right review okay بعد كدا review تمام كل تمام تابتو كل حاجات صحة وزي الفلق submit ادم كدا على الابplication المعلم success we've received your application we've received your financial aid application for innovative teaching الكورس ده will let you know the outcome result بتاعتك او نتيجة for your application through the email and an app message by April 11 2024 طبعا في خلال خمستاشر يوم او اسبوعين يعني تمام بيوصل لك ال email على الجيميل بتاعك اللي انت مسجل بي ده اوكي وقال لك الكورس تفتح لك فبتدخل تعمل على الكورس خلاص وبعد كده بتخلص كله وبتنجح في الكواز والحاجات اللي بيدوها لك وبعد كده بتاخد بتاعتك وبتلاقي نزدالك على الويبسايت هنا بتاعك في البرفايل يعني او في الmycourses اللي انت الcompleted courses بتاعتك او completed courses او mylearning تقريبا يعني اذا remember exactly بس ياس ممكن تكيب mylearning اهو ايو mylearning اتلاقي اهوت ال in progress الكورسات اللي انت اهوت لسه in progress فيها طبعا ايلت طبعا في ايلت برضو لازم تحضر ال ايلت كورسات مهمة جدا وقوية جدا اجماعة اوكي لو محتاجين اللينكات قولولي في الكومنتات والcompleted اللي انت خلصتها اتلاقي اهوت خلصت ايه الكورسات بتاعك completed in progress تمام فانت ممكن تدخل تشك على كذا كورس تمام تاخد فيه المعلومات اللي انت محتاجها اوكي لو انت مش بتوع على شهادة ادخل كما قلتلك كده اعمل audit على طول وادخل على المعلومات بتاعة الكورس وطبقها teach english now وكل الحاجات دي كلها وطبعا لو انت محتاج شهادة اعمل في الفانيش اللي ايدي قلناها اللي انا قلتلك على الطريقة بتاعتها واستفيد بفعلا الكورسات هنا valuable جدا الكورسات هنا قوية جدا 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 وجميلة جدا يعني انا الكورسورة ده اكتشفته بعد ما انا كنت دايما باخد الكورسورات على linkedin learning في linkedin learning اخذت كورسورات كتيرة جدا عليها بشهادتها برضو وذلك حاجة قوية جدا تمام فكورسورة ده انا ما اخذش عليه كورسات كتيرة يعني ولكن هو قوي جدا يعني كازا كورس اللي انا شفتهم دول eyelets جميل جدا future thinking specialization الناس اللي في البزنس والحاجات دي كلها محتاجا teaching english برضو حاجات concepts في english وغير طبعا مع البريطاني قوي جدا جدا الكورسات اللي فيها دي business english ناس اللي عاوز تطور writing business english بحها طبعا الحاجات دي كلها بندرس برضو كورسات مدفوعة معايا private ومجموعات online successful presentation presentation كل الكورسات دي قوية جدا على فكرة متباش كتير يعني المدة بتاعتها متباش طويلة في مثلا ممكن تخلص في اسبوعين في ممكن تخلصه في ثلاثة اربعة ايام جاي على حسب الاتحاية بتاعتك فكورسات هنا مفيدة جدا اشتغل على نفسك كتير جدا لان فعلا ده اللي فدني وانا في كلية لما كنت باشتغل على كورسات وهو باخد كورسات online كده وشاهدت كتير جدا ففدتني جدا في التفكير فدتني جدا في في سوء العمل فانت محتاج الحاجات دي كلها سوء العمل فالكورسيرا قوي جدا يعني منصة كويسة ومنظمة جدا طيب بالنسبة لمنصة تانية اللي انا برضو بفضله وتعلمت منها كورسات كتيرة جدا ادراك دي باللغة العربية ادراك قوية جدا جدا متعمل برضو هو تسجيل دخول او يعني انجليزي هوت مهارات المحادثة تبص عليه ثلاث ساعات شوف النظام شوف المحادثة هو جايب لك نايز سبيكر هوت وبيكلم معاه تمام شوف اللي انت تمارس الكورسات ازاي وتعلم من التكنيك دي كلها انت بتاخد منها تكنيك بانت بس انت تطبع نفسك بالنسبة للغة الانجليزية خاصة المحادثة فمش تعلم غير المعارس اول انت طبع بنفسك بس هي التكنيك اللي تختلف والطرق اللي تختلف بتاع التعلم تسوير رقمي الناس اللي عاوز التخصص في مجال من الماركتينج سويل اللي افتروني ولا كذا ولا كذا تمام في كمان يعني صفوف بالنسبة الناس اللي في مدارس في كمان كورسات مهيئة للمنهج المدرس وكده سو سمار القطة العمل وكورس اللي انا بفضله هنا اللي هو تدريب المدربين تي او تي تين اوف تين او كاي ده بالعربي هنا ولكن قوي جدا الشخص اللي هنا ما شاء الله يعني كويس جدا حتى يعني فيه شهادة هو بتاخد الحاجة بالشهادة بتاعتها اعمل الشهادة بالعربي وحامل الشهادة بالانجلش فطبعا يعني ده كورس قوي جدا جدا فالحاجات دي كلها استفيد منها استفيد من الطفرة العلمية اللي موجودة والكورسات المتاحة فأي حاجة دور عليها اعمل جميع المسؤول اعمل لكل حاجة هو كل حاجات التي ممكن تتخيل ها يعني ذك الاصطناعي فن البيع whatever بقى طيب فأنت متفارج على والكورسات اللي هي بالذات اللي هي بتبص على فيديو وتبقى منظم المعلومات تثبت اكتر اكتر من اللي انت بتقرأ مثلا حاجة خلاص او بتتعلم بشكل عشوائي كده لشيك النظام بيبقى احسن واللي انت تبقى الحاجة منظمة قدامك ويغضب من حتى لحتة فبترتيب افكار كده معينة فالكورسات دي مفيدة جدا وقوية جدا جدا اوكي فأنا اقولك محمد صمد لو محتاجين على حاجة قوليلي في الكومنت اتجين على الكورسات تانية او اللينكات ابعتولي في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله على طول وشاير على ما تقدر الفيديو ده واعمل اللايقات عشان طبعا بيفيد في اللي هو يظهر للناس تانية المحتوى والحاجات اللي هم محتاجين هذه فالخطة كاملة زي ما اقولت لكم بالنسبة اللغة الانجليزية اشتغل بس على الخطة دي تمام لمدة 3-14 هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص بدلا ما تروح بتسأل وفي ناس كتير بتسأل عن اعملت ايه بديك المتيريال او المصود اللي بيديها لك بس في مصود كتير جدا وحتسوق حاج طبعا فالتزم بحاجة في الاول وبعد كده نوع المصود زي ما انت عاوز بعد كده طبعا بس الفكرة اللي انت تبدأ صح وتبدأ واحدة واحدة ومستوائك اهم حاجة المستوى بتاعك عامل ازاي او تبع عارف انت فين عشان بعد كده اس المستوى بيوصل وبيتحسن ولا لا فالتحدي المستوى هو الموقع بتاعي موجود برضو محتاجين اي حاجة محتاجين اي تفاصيل التليجرام تليجرام ادخل على التليجرام قناة التليجرام نزلت عليها حاجات كتير جدا مفيدة كتب والماتيريال وكل حاجة تمام نزلتها الكتب والحاجات دي كلها الحاجات دي كلها عشان الناس باردو تستفيد حاول عدم تدور من انتو المعلومة دي ما تخلش على حد المعلومة ادي المعلومات على قدمة تدور لما تتعلمت حاجة وفادتك فيه بغيرك لو سألك وكيف شكرا جدا جدا اشترك اشترك